الزمان صباح يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر آب سنة تسع وستين وتسعمائة وألف المكان حرم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة قبل ذلك بسنتين الحدث صهيوني من أصل مسترالي يدعى مايكل دينيس روهان يعاونه آخرون يضرمون النار في الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية للحرم القدسي النيران أتت على كامل محتويات الجناح بما فيها منبر صلاح الدين التاريخي كما تأثرت القبة الأثرية للمصلى بعدما أعاقت سلطات الاحتلال الصهيوني وصول سيارات الإطفاء إلى المسجد فأطفأ المقدسيون الحريق بأدوات بدائية منها أوان طعام أحضروها من بيوتهم جريمة لا تزال أثارها شخصة أمام أعين المسلمين لافتة إلى قدر الأخطار التي تهدد القدس والمسجد الأقصى من مخططات تهويد صهيونية الشيخ عكرم صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لإحراق المسجد الأقصى أكد أن الحرائق بحق الأقصى مستمرة وإن اختلفت صورها فالاقتحامات الصهيونية العنصرية للمسجد الأقصى تستمر بدعم مباشر من سلطات الاحتلال والحفريات تهدد أساسات المسجد القبلي بالانهيار في أي لحظة ورغم تصاعد الانتهاكات والتهديدات الصهيونية ضد المسجد الأقصى إلا أن الجهود الرسمية المبذولة عربيا وإسلاميا تبقى دون المستوى المطلوب لمواجهة الأخطار المحدقة بأولى القبلتين وثالث الحرمين بل إن بعضا من الدول باتت تسير في صياق مخطة تصفية القضية عبر موافقتها على الخطة الأمريكية المسمات بصفقة القرن والتي بموجبها تصير القدس عاصمة أبدية لكيان الاحتلال ويضيع حق المسلمين في المسجد الأقصى فهل يستسلم المسلمون في فلسطين والعالم لما يحاكم المخططات ضد مقدساتهم؟